اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المرحوم الطابرسي رضوان الله عليه يذكر بعض الروايات الدالة على أن شعاع تيجان العلماء في يوم القيامة هذا الشعاع يأخذ بيد من أوصل هذا العالم لهم الهداية إلى الجنة وتكون على الكافرين عذابة نفس الشعاع الذي هو خير وبركة للمهتدين بأنوار هذا العالم يكون شرا وعذابا ونقمة لأعداء الله في بيانة هذا الآمر نقول إن وزان التشريع وزان التكوين ووزان التكوين ووزان التشريع في هذه المسألة لاحظوا عندما تمطر السماء هذا الماء رحمة النقمة بلحاظ رحمة صاحب الأرض صاحب البستان ينتفع من هذا الماء وبلحاظ نقمة للشخص ليس له ملجأ ليس له محل يتفيأ تحت فيئه مثلا أو يستظل تحت ظله أو يأوي إليه إذا ليكن إلى مأوى هذا المطر يكون عليه نخمة بالنسبة إليه المطر عندما يهطل القابليات تختلف نفس المطر يوجب الحلاوة في التامر ويوجب المرارة في الحنضل لماذا؟ لأن التامر له قابلية الانتفاع من هذا المطر التكوين والحنضل ليس له تلك القابلية وإنما له قابلية أن يزداد مرارة مرارة الآيات القرآنية كذلك أيضا أنه نفس الآية التي تكون رحمة ونعمة لمجموعة لهم تلك القابلية للاستفادة تكون نقمة وعذابا وبلاء لمن لا يستفيد من هذه الآية وإنما يزداد عمى فاعلية الفاعل تامة الله عز وجل يفيض النعمة ولكن الاشتراط في قابلية القابل هل هذا القابل له تلك القابلية أن ينتفع أم لا يأخذ النعمة ويبدلها نقمتا الذرة قد ينتفع به العالم عالم الذرة للطاقة وقد ينتفع اللي هو إعمار للبشر وقد ينتفع به أو ينتفع بهذا الذرة للقاتل والدمار وصنع قبلة نفس العلم ونفس الخطوات ولكن النتيجة تختلف في الآية المباركة الله عز وجل يقول ولو جعلناه قرآنا أعجمية يعني بغير اللسان العربي والأعجمي يعني من في لسانه لكنة يعني كأنه ما عنده لهجة لأن العرب يرون العجمي ذا لهجة يعني ما يقدر يفصح في الكلام ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته يعني لم تبين الآيات أعجمي وعربي يعني آيات أعجمية والنبي صلى الله عليه وآله وعربي كيف الجمع بينهما قل الشاهد هنا هو للذين آمنوا هدى وشفاء القرآن شفاء للذين آمنوا اللي عند الأرضية المناسبة وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آَذَانِهِمْ وَقَرًا وَهُوَا عَلَيْهِمْ عَمَى نفس القرآن يوجب العمى لمن؟ لمن لم يؤمن لمن لم يهتده نفس الآيات نفس البركة ولكن للقابل لغير القابل نقمة وبلاء في سورة التوبة وَإِذَا مَا أُنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا لكأنما المنافقون اللي ما يريدون أن أي شيء ينزل من السماء يرفضوا فعندما تنزل سورة يقولون من الذي تأثر بهذه السورة هم لم يتأثروا في يريدون الباقين أيضا أن لا يتأثروا بهذه الآيات فَأَمَّا اللَّهِينَ آَمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ هذه السورة تزيد إيمانهم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم نفس السورة نفس الآيات نفس الرحمة الإلهية تزيدهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون في رواية الزرارة عن أبي جعفر بن الباقر عليه السلام يقول شكا إلى شكهم رجسا إلى رجس يعني شك يعني مزيد من الشك مزيد من الضلال مزيد من التي يمكن أنه بما أنه لا يعملون بهذه السورة الجاهل حسابه أهوى من العالم المعاند الجاهل يقال له هل لا تعلمت العالم يقولون أنت اللي كنت تعرف لما لم تعمل لما لم تعمل فيكون عذابه وحسابه أصعب من الجاهل فيمكن بما أن هذه الآيات تأتي فلا يزدادون إلا عناده من هالباب يعني انكارهم للآية المباركة هذا احتمال فيها أوامر فيها نواهي الأوامر بمصلحة البشر دنيويا أخرويا فليعمل بالأوامر ينتفع وليترك تلك الأوامر له العذاب والنار والخزي فنفس الأمر الإلهي بما أنه تركه فانقلب عليه عذابه وظلاله وعمى لذلك من المكروهات أن ينظر الإنسان أن يوجب على نفسه ما ليس بواجب واحد ينظر الصوم مستحق واحد ينظر الصوم ليش مكروه؟ لأنه يمكن ما يأدي نذرة يمكن يحنف بالنذر يخالف نذرة فهنا أوجبت لنفسك عذابا لأن النذر يجب العمل به فمدام ترك النذر أوجب لنفسه عقابا الله عز وجل لم يجعل في ترك الفعل عقاب هو بفعله بنذرة جعل في ترك الفعل عقاب لنفسه لذلك النذر مكروه في نفسه يعني أن يلزم الإنسان نفسه بما هو غير واجب مثلاً الوهابية نراهم يفسرون القرآن حسب مشتيحياتهم أي واحد يجي هذا الصوفي مثلاً يجي يفسر القرآن بما يريد هذا القرآن دي يزيد ضلاله بعض من المنحرفين جنسياً ذاكر أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً يعني كأنما يستدل بالقرآن على انحرافه الجنسي مع أنه الآية في التوأم يهبوا لمن يشاء ذكوراً ويهبوا لمن يشاء الإناث أو إناثة أو يزوجهم ذكراناً وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة أما يجي يختطع جزء من الآية لإثبات انحرافه وظلاله هذا قد يؤدي إلى الكفر إن كان متعمد فهو كفر بالله عز وجل الشمس اللي هي طاقة قد توجب الاكثار من التعرض لأسعة الشمس السرطان سرطان الجلد وهكذا يعني وزان التكوين والتشريع في هذا الميدان وزان واحد فالآية الرواية لاحظوها وعنه يعني عن الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام قال في تفسيره يأتي علماء شيعتنا القوامون بضعفاء محبينا وأهل ولايتنا يوم القيامة هؤلاء الذين يقومون بشؤون ضعفاء محبينا وأهل ولايتنا هل هذا عطف تفسير المحب يعني أهل الولاية أو نفصل بينهما أهل الولاية يعني الشيعي المخلص الحقيقي المحب مثل اللي قد يسني نفسه شيعيا إلا أنه لا يتبع الشيعي يعني المتبع الحقيقي في كل الخطوات فهسن كان عطف تفسيري أو لا بيان أن المحب أو الشيعي الحقيقي ولكن الشيعي الحقيقي أيضا لا يعرف بعض المسائل فهؤلاء العلماء يعلمونه تلك المسائل يأتي هؤلاء يوم القيامة والأنوار تصدع من تيجانهم على رأس كل واحد منهم تاج بهاء يعني تاج جميل البهاء يعني الذي يملأ العين حسنه فهكذا يعني تاج جذاب خلاب قد انبثت تلك الأنوار في عرصات القيامة ودورها البقعة الواسعة بين الدور تسمى بالعرصة فعرصات يعني كأنما صخراء يوم القيامة فكأنما أطراف الصخراء كدور خيام بيوت ففي هذه العرصات هذا تاج العالم وهذا الضوء المنتشر من هذا التاج مسيرة 300 ألف سنة هذا الضوء وهذا الشعاع يذهب إلى هذه المسيرة فشعاع تيجانهم ينبث فيها كلها في كل عرصات يوم القيامة فلا يبقى هناك يتيم قد كفلوه ومن ظلمة هذا البيان شنو أن تكفل اليتيم شنو اليتيم ومن ظلمة الجهل علموه أخرجه من الجهل ومن حيرة التيه أخرجوه المفازة الصخراء اللي ما بها علامة يظل فيها الإنسان هذا التيه اللي كان فيها بنو إسرائيل ومن حيرة التيه واحد محتار إذا واحد يبتلى والعياذ بالله بصحراء يضيع وحده في صحراء أو قافل يضيع في صحراء يحتارون أشد أنواع الحيرة فاللي محتار في دينه كالخائر في التيه هكذا فيأخذ المنقذ يأتي ويخرجه من الصحراء هذا العالم يخرجه من صحراء الجهل ومن تيه الجهل إلا هذا المهتدي تعلق بشعبة من أنوارهم يعني بقطعة من أنوارهم بجزء من أنوارهم يتعلق فرفعتهم إلى العلو حتى تخاذي بهم فوق الجنان تصل إليهم إلى أعالي الجنان ثم ينزلهم على منازلهم هذا يصعد بعدين لكل المرتبة وكل شخص درجة في الجنة هذا النور يأخذه إلى أعلى الجنان كأنما في النظرة شاملة لكل الجنة يشوف الجنة من الفوق وبعد ذلك يأتي إلى مرتبته ثم ينزلهم على منازلهم المعدة في جوار أستاذيهم ومعلميهم وبحضرة أئمتهم يكون في محضر الإمام وهذا أكبر توفيق ونعمة أن يجد الإنسان داره ملتصقة بدار الإمام شلون توفيق كبير؟ الذين كانوا إليهم يدعون الأئمة الذين دعوا إليهم هؤلاء العلماء ولا يبقى نفس شعاع النور يأخذ بأيدي من اهتدى بنورهم إلى الجنة ولكن نفس شعاع النور كيف يكون؟ ولا يبقى ناصب من النواصد يصيبه من شعاع تلك التجان نفس الشعاع ما يختلف إلا أعمت عينه هذا الشعاع يجب العمى له كيف لم يهتد بعلم هذا العالم في الدنيا وترك العلم هنا فسيتجسد العمل كأنما يعني تركه هذا العلم وتركه العالم وعدم اهتدائه بهداه هنا يتجسد بأن ينقلب أعمى في يوم القيامة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا إلا أعمت عينه وأصمت أذنه وأخرس أو أخرس أو أخرس أو أخرس إلا عميت إلا عميت عينه وصمت أذنه وأخرس لسانه وتحول عليه أشد من لهب النيران نفس الشعاء هذا فيحملهم وهذا النار يحملهم حتى يدفعهم إلى الزبانية فيدعونهم إلى سواء الجحيم أكو في الآية أخرى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة نفس القرآن يزيدهم خسارة هكذا ينحرفون إلا إلا الرحمة لها جهات متعددة من تعلق بجهة منها كانت نعمة وأيضا لها جهة نقمة من تركها في رواية أخرى وقال أيضا أبو محمد العسكري عليه السلام إن محبي آل محمد مساكين المسكين الذي لا شيء له عموما الموالون في شدة وعناء في رواية أنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دعا لشخص أو استغفر له استشهد ليش؟ لأنه هذا صار نظيف النظيف مو المفروض يقب الدنيا لازم ينتقل للآخرة لأن الله عز وجل أعدى الآخرة لأوليائه ولم يجعل الدنيا لأوليائه فإذا واحد في فاقر في محنة في ألام في مرض ابتلاء زوجي عنده مع زوجته مع أبناء هذا إن الله إذا أحب عبدا غتاه بالبلو أغتاه هذه رواية لطيفة جدا رواية مفصلة وجميلة أنه كيف أن الرحمة الإلهية للمؤمن في الدنيا المرض والصعوبة والصعوبة والمشاكل عشرة أشهر عشرة أشهر سنة سنتي ثلاث سنين متواصلة الأمام الصادق دورهم من ذهب دورهم من ذهب قصور ليش؟ لأنه كل حياته وكل لذة سبعين سنة مقابل مليارات مليارات السنين في الآخرة وما عاقل باع الآخرة بالدنيا خلاف ابن سعد الحقيقة كان أكثر الناس جنون لعنه الله إن محبي آله محمد مساكين مواساتهم أفضل من مواسات مساكين الفقراء مواسات يعني تخفيف العناء عنهم تخفيف حزنهم تخفيف مصابهم أفضل من مواسات المساكين الفقراء وهم الذين سكنت جوارحهم وضعفت قواهم من مقاتلة أعداء الله من هذول الموالين ما يقدر يقاتل أعداء الله من النواصر إنه ما عد حجة فالعالم يجي يعلم الحجاج الذين يعيرونهم بدينهم ويسفهون أحلامهم يعيرونهم يعني يقبحون فعلهم شنو أنت صاير شيعي أنت مسلم يعير على ما يعتقد به تعير الآخرين متى كان ملاكا فسا واحد يجي يعير أنه كيف تطوفون حول الكعبة كيف ترمون مثلا الجمرة كيف تسجدون خلي يعيرون متى أصبح ملاك الدين عدم تعير الآخرين أو يعيرنا على أقامة المجالس أو الشعائر الفاطمية الشعائر الفسينية خلي يعير أنا خايفين من تعييره إنه كفيناكل مستهزئين خلي يستهزئ واحد ما لازم يترك واقعة يترك عقيدتها يترك الشعائر التي يتمسك بها هذه الطقوس الإيمانية والدينية علموذة استهزئة الآخرين فإذا علمه الحجة ما عنده حجة هذا العالم يجي علم الحجة مبتلى بالبحث مع مجموعة من النواصل أو من المنحرفين ولا حجة له الذين يعيرون عدوا 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 ظاهري هؤلاء النواصل وعدوا باطني وهو الشيطان إبليس لعنه الله ثم يسلطهم على الأعداء الظاهرين النواصل وعلى الأعداء الباطني إبليس ومردته حتى يهزموهم عن دين الله يتركوهم يعني يطردوهم يذودوهم عن أولياء الله يعني أن يطردوهم عن أولياء الله حول الله تعالى تلك المسكنة إلى شياطينهم يعني مسكنة الشيعي تصلح مسكنة للناصبي حجته ضعيف حجته باطلة أو إبليس يعود خائبا تنقلب المسكنة عليهم إلى شياطينهم فأعجزهم عن إظلالهم لأن الشيطان بكل قوة يريدو الإظلال خلاص ينتهي يغلب في أمره قضى الله يعني من كان هكذا من العلماء يعلم الشيع قضى الله تعالى بذلك قضاءا حق هذا تأكيد هل مقدار كان يكفي هل مقدار ما يحتاج تأكيد أنه هذا أفضل عند الله عز وجل مواساتهم أفضل من مواسات مساكن الفقراء فهنا مع ذلك يؤكد يقول قضى الله تعالى بذلك قضاءا حق هذه الأفضلية قضاء حق قطعي لا شك فيه على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله قضاء حق من من لا يتكلم عن الهواء من الصادق الأمين من الحق المطلق فتأكيد لا لبس في هذا الآمر في رواية أخرى أيضا عن الإمام العسكري عليه السلام قال قال علي بن أبي طالب من قوى مسكينا في دينه ضعيفا في معرفته على ناصب مخالف فأفحمه أسكته لقنه الله تعالى يوم يدلي في قبره كأنما هذا من تجسيد الأعمال ووجدوا ما عملوا حاضرا إن هذا اللي هنانا يعلمه هو سبب لكي ينطق هناك في قبره لأن الدنيا بأسبابها الضوابط الإلهية بأسبابها الظاهرية فلكل شيء سبب الحرارة سببها النار السبب المعيد التوافي أي شيء نسميه فهذا كذلك الله يتوفى الأنفس حين موتها بس إذا قتل هذا القاتل قتله بيد الداعشيين وذهب إلى الجنة شهيدا الله توفى الأنفس ولكن جعله قتل هذا الرجل قرينا لأخذ روحه فالأسباب هي موجودة في العالم ومن الأسباب لأن يتكلم الإنسان في القبر وينطق بحجته هنا أن يعلم الآخرين وأن لا يبخل عن الكلام وتعليمه لقنه الله تعالى يوم يضلي في قبره أو يضلى في قبره أن يقول الله ربي ومحمد نبي وعلي ولي والكعبة قبلتي والقرآن بهجتي وعدتي يعني استعدادي واحد يكون حاضر ومستعد لأمره القرآن عدتي أنا مجهز نفسي بجهاز القرآن والمؤمنون إخواني فيقول الله عز وجل أدليت بالحجة يعني أظهرت البرهان الحجة خلاص فوجبت لك أعالي درجات الجنة فعند ذلك يتحول عليه قبره أنزه رياض الجنة النزيه أني البعيد عن المكروه من أفضل بساتين ورياض الجنة فإذا واحد يريد هناك أن لا يتحيّر كما تحيّر ذلك العالم الملعون لعنه الله علي بن أبي حمزة البطائني عندما أنكر الإمام الرضا صلى الله عليه فسألوه في القابر من إمامك وصل إلى الإمام الكاظن ثم من يقول الإمام الرضا فما قبل الإمام الرضا ما كان الفلوس الأموال كلها ألا أنا مختلف فتحيّر في الجواب وما يقدر يقول أنه ليس هناك واحد يقول كذباً أقول يوم تبلس سرائر الأموال واضحة هناك فتحيّر الإمام الرضا كان جالس في مجلس نادى الله أكبر كم بره استغرب القوم ما الذي حصل نقل لهم اليوم مات فلان البطائني ودفنوه الآن الملك كان يسأل ثم من الإمام الثامن فتحيّر فضربه بالنار امتلأ قبره ناراً إلى يوم القيامة يعني الحجة هناك هنا من يزرع يحصد وهناك طبعاً الشفاعة موجودة العناية موجودة ولكن أيضاً للشفاعة أسباب الله عز وجل جعل للشفاعة أسباب أيضاً فعند ذلك يتحول عليه قبره أنزه رياض الجنة نقرأ هذه الرواية الأخرى أيضاً وقال أبو محمد العسكري سلام الله عليه قالت فاطمة وقد اختصم إليها امرأتان فتنازعتا في شيء من أمر الدين إحداهما معاندة والأخرى مؤمنة قضية المعروفة ففتحت على المؤمنة حجتها علمتها حجتها الزهراء سلام الله عليها فاستظهرت غلبتها على المعاندة ففرحت فرحاً شديداً بحثاً بين موالية وبين معاندة مخالفة طبعاً الموالية إذا ربحت البحث وغلبتها تفرح فقالت فاطمة سلام الله عليها إن فرح الملائكة باستظهارك باستظهارك عليها أشد من فرحك وإن حزن الشيطان ومردته بحزنها عنك هي حزنة لأنها غلبت ولكن الشيطان أكثر حزناً منها أشد من حزنها وإن الله عز وجل قال للملائكة أوجبوا لفاطمة اللي علمت وهذا حقيقة هذه رواية غريبة يعني حد شي فضيلة أنا ما كنت سامع لاحظوا أوجبوا لفاطمة بما فتحت على هذه المسكينة الأسيرة من الجنان فتحت لها من أوجبوا ماذا فتحت على هذه المسكينة الأسيرة مسكينة لأنها من الموالي لأهل البيت من المواليات الأسيرة لأنها كانت في قبضة تلك المعاندة ولا تعرف حجة أوجبوا لها من الجنان ألف ألف ضعف مما كنت أعددت لها ما الذي أعد الله لفاطمة سلام الله عليها ما الذي أعد الله وطبعا الجنة خلقت من نور وجه فاطمة سلام الله عليها فهي العلّة المادية أيضا للجنة فالله يعطي لها من الفاضل يقول اعطوها مليون مرة ضعف ما أعددت لها شيء غريب واجعلوا هذه سنة إنه مو هذي من مختصات الزهراء بل ببركة الزهراء وببركة هذا الفضل الإلهي أصبحت هذه قضية السنة كيف؟ في كل من يفتح على أسير مسكين فيغلب فيغلب معاندا مثل ألف ألف ما كان له معدن من الجنان إذا واحد عالم اهتدى ببركته الملايين مثلا السيد شرف الدين رضوان الله عليه فما الذي له من الجنان؟ له من الجنان بكل أفعاله وبكل ما قدمه افرضوا درجة علمون مسألة واحدة أخرى يضيفها مليون درجة يرتفع عن تلك الدرجة التي كان فيها يعني أكو شيء أفضل من تعلم علوم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وتعليم الآخرين كتابة خطابة لا قطعا لذلك الملائكة تضعوا أجنحتها لطالب العين أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتعلم علوم أهل البيت وأن نكون ممن يتمكن أن يأخذ بأيد الآخرين هذا وصل الله على محمد وعليه الطاهرين ترجمة نانسي قنقر